الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده وبعد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله عز وجل حلقة جديدة من برنامج منتقل أحبة وإن شاء الله النهاردة معنا فضلت الشيخ طاها حسين يعقوب ولكن هو تأخر قليلاً إحنا الآن في الانتظار إن شاء الله عز وجل بعد دقائق قليلة إن شاء الله سيتعرفنا في البرنامج إن شاء الله عز وجل إن شاء الله نأخذ حضراتكم في عقالة سريعة عن التوبة إلى الله عز وجل وعن الرجوع إلى الله عز وجل وعلى أن يلجأ قلبك إلى الحق تبارك وتعالى الله عز وجل ألطف بك من أمك وأبيك ربك رحيم جداً الله عز وجل إن ذهبت له مكسوراً رجعت من عنده مجبوراً الله عز وجل إن ذهبت إليه مكسوراً رجعت من عنده مجبوراً فكل الأنبياء قبلك ذهبوا إليه في مرضهم وفي كسرهم وفي وجعهم وفي ألمهم رجعوا من عندهم من عند الحق تبارك وتعالى مجبورين كلهم ما جربتش يوم تروح لربنا ما جربتش يوم يتعلق قلبك بخالقك أنت ما جربتش يوم تروح لربك ياخذ ربك قال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم مغفرة ما فيش بعد كده مغفرة حتقول لي يا عم ده أنا عملت ذنوب كتير إزاي حرجع لربنا ده أنا مش هيقبالني لا هو ربنا أصلاً بيقبل دعاك عشان أنت كويس ربنا ما بقلش دعاك عشان أنت كويس لا أنت الحكاية بينك وبالربنا ربنا ألطف بك من أمك وأبيك أنت لو بصيت لقضية الذنوب للصحابي قبلك رح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله أذنبت قال النبي صلى الله عليه وسلم توب إلى الله قال أذنبت قال توب إلى الله قال أذنبت قال توب إلى الله قال حتى مات يا رسول الله قال حتى يكون الشيطان هو المطحون حتى يكون الشيطان هو المطحون مهما عظمت زنوم فتذكر أن الله لطيف بعبادي قالت الأرض يا رب إئذن لي أن أبتلع ابن آدم وقالت النار إئذن لي أن أحرق وقالت الجبل إئذن لي أن أنسف أن أنزل عليه فقال الله عز وجل دعوني وعبادي فوالله لو خلقتموهم لو خلقتموهم لرحمتموهم يا الله ما فيش رحمة بعد كده يا أخواني ما فيش رحمة بعد كده الرحمة الحقيقية أن يتعلق قلبك بخالقك سيدنا يونس لما كان في ظلمات فوق ظلمات ما فيش بعد كده ظلمات بعضها فوق بعض كان في قلب يعني في بطن الحوت وفي قلب البحر ما فيش طب حيطلع إزاي قال كلمة واحدة لا إله إلا أنت هي دي أخواننا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على طول فكشفنا فاستجبنا على طول فقابلنا دعوته على طول من غير سهاري من غير كلام تدعيه تذهب إليه مكسورا ترجع وتعود من عنده مجبورا من غير سهاري أنا جربت يا أخواننا الحيطة دي مبارح كان عندي كنت واقع في مشكلة جبيرة جدا والله ما حكتش لأي حد رحت ربنا يا رب أنا ملاش غيرك طب أنا حعمل إيه أنا كل الناس اتجبروا أنا عايز أتجبر أنا كمان بقى أنا مش ماشي من هنا لما اتجبر قلت له كده بجد أقسم برب الكائنات ما نكملش خامس دقايق الناس اللي كانوا بيقفلوا فيش الطرق واللي كانوا هم هم اللي كانوا بيفتحوا للأبواب بعد ما غلقت في وجهه ربنا رحيم يا أخواننا انت فيم من رحمة ربنا انت فيم من سيدنا عيوب كان في قلب المرض وقال يا ربي ربي إني مساني يضر إيه ربي إني مساني يضر وكان في قلب المرض الأدب والتأدب مع الله الزجال في الدعاء ربي إني مساني يضر ما سكتش وأنت أرحم الرحيمين هو أن يتعلق قلبك بالله عز وجل ما فيش رحمة بعد كده ما فيش رحمة بعد كده أنا مش شايف حد ألطف بك لو ذهابت الراجل هيقول لك عايز فلوس خد فلوس عايز أي حاجة خد كل حاجة ما يعرفش إديك الصحة ولا يعرف إديك رحة البال ولا يعرف يمدلك في العمر ما يعرفش أي حاجة عباد الله أنا عايزك تتوب قبل ما تموت حالا لازم تتوب دلوقتي لازم تتوب ما عادش فيها حل هتعيش كم سنة مليون سنة ألفين سنة ما أنت لازم تتوب لازم ترجع ربك يا ابن صبر عليك كتير غفر لك كتير عفع عنك كتير يصر لك كتير إيه ما هتتوب إمتى ده صبر عليك كتير أقسم بالله صبر عليك كتير أنت مش فاكل أيام ما كنت في القضى لوحدك أيام ما كنت في بلاوة لوحدك أيام ما بتسمع الأغاني بتمشي مع بنات مصايب يا أخواننا هترجع إمتى هتتوب إمتى رد علي رد علي أنا عايز حضرتك ترد علي دلوقتي حالا رد علي حتوب إمتى الملك صبر عليك كتير ارجع قبل ما يأخذ أنا عايز حضرتك تعرف أن أخذه أليم شديد أنت مش قد أخذه ربنا أنت مش قده يا بني يا صديق انتبه يا صديق انتبه والله كلنا حلموت يا أخواننا أنت مش قادر تستوعب اللي إحنا مرض بسيط جدا قدبنا يا جماعة إحنا كورونا دي قدبنا يا أخواننا ما بالك برب كورونا إحنا كورونا قدبنا علمنا الأدب صاحب معنى صاحب بالفلاحي كورونا علمنا الأدب علمنا الأدب أنت ما بالك أن ربنا بقى حتيقوا توافق قدامه يجي الملك فلان تخيل معايا ما تسمعشه خلاص أنا عايزك تسمع بقلبك ما تسمعشه خلاص أنت أيوة أنت هالي بتسمعني اسمع فلان ابن فلان إيه أنا أحمد بن زيدان استعد للوقوف بين يده الله كلمة صعبة صعبة جدا أنا عايز حضرتك تتخيل لما تيجي في يوم العرض فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يده الجبار يا الله كلمة صعبة جدا بس أنا عايز حضرتك تستمعن بها وتتفكر فيها جيدا يعني لما تيجي قدام ربنا لا لا مش أبويا اللي بزعق لي لا لا مش هو اللي بي نزيل ولا أمي ولا جدي ولا حدي أنا بخاف منه لا مش هما دول ده اللي خلقني بيقول لي فلاء وحد بيقول لي فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يده الجبار بين يده اللي طب أنت هتعمل إيه يا بويا حامل إيه مش عارف أنا يعني أنا برتعش أنا بسمح الكلمة دلوقتي برتعش أنت لازم ترجع لازم تتوب ما فيش حل غير كده أنت لازم ترجع حالا ولازم تتوب أنا عايزك تستمع في المعنى وقفوهم إنهم مسؤولون فلان ابن فلان استعد ده لوقوف بين يده اللي استعد ده لوقوف بين يده اللي أنا عارف أنا عايزك تخاف يا أخواننا دلوقتي احنا بنسمع الكرآن في المعازي والشوادر والكلام ده وكأنه حاجة بنسمع صوت انت مثلا لو جيت شيخ قاعد في معزل وقوله والحاقة الحاقة إذا جاءت الطامة بصوته كده هو بقى بيرتل وبيتل صوته بقى لقى تلاقي الناس ردت عليه بتقوله الله حضرتك أنا بقول إذا جاءت الطامة الله طبعا بس انت بتقول الله على الصوت ما بتقولش الله على المعنى كما قال الدكتور رحمة خير الله حفظه الله ورعاه انت بتقول انت دلوقتي بتقول الله على الصوت ما بتقولش الله على المعنى أنا عايزك تتخيل المعنى جيدا لما ربنا يقول إذا جاءت الطامة لأنت لازم تخاف انت لازم تترعب انت لازم تخاف ربنا بيقولك إذا جاءت الطم الهاكم التكاثر حتى زرتوا من المقابر كلا سوف تعلمون انت لازم تتفاجع وتتخض لازم تتخض حبيب قلبي مهما عملت الزنوب تذكر إن ربنا رحيم ولطيف مهما عملت الزنوب ومهما جرت على نفسك بالزنوب والمعاص ربنا رحيم جدا جدا فضلت الشيخ طه حسيني عكوب ربنا حفظه إن شاء الله حيشرفنا بعد قليل بيقول إن كان فيه واحد خرج مع قافلة إلى الحج خرج مع قافلة إلى الحج فأذي قافلة كانت فيها امرأة جميلة جدا جميلة جدا فطلعوا الحج وبعد ما خلصوا الحكاية كل واحد نام وخلص كل واحد نام على سريره والمرأة كله نام فالرجل دي قام ورحل المرأة المرأة قالت له انت عايزين قالت له والله ما خرجت إلى الحاج ما خرجت في هذا العام إلا من أجلك أنت ما خرجت إلا من أجلك أنت يعني أنا سبت مصر وسبت كل حاجة ورايح للسعودية عشان خطرك ما أنا عشان خطرك فالمرأة هل نامت القافلة والله ما أتيت قال له كده والله ما أتيت إليك إلا وإن ضمنت أن القافلة قد نامت فقالت له وهل نام الله هل نام الله ففر الرجل هاربا وارتع الرجل اتفجع ربنا يا ابني ربنا ده انت عارف يعني ربنا الحق تبارك وتعالى شايفك وانت بتعصي انت أنا عايز حضراتك تخيل كده هو مين ده اللي شايفك والدك أخوك شقيقك صاحبك صديقك شايفك وانت مثلا بتعصي وانت بتزني وانت بتصرق إذا انت كده تفضحت صح؟ لا أنا بقول لحضراتك ربك اللي شايفك وانت بتعصي يعني شايفك وانت بتعصي شايفك في حال معصيتي وأيضا قام يقال فضلت الشيخ بيقول انت يعني مثلا لو سألت حضرك سؤال هل تعلم ان الله يراك وانت تعصي هتقول لي اه عارف لا ما ينفعش تقول عارف ليه لان انت لو قلت عارف ان انت شايف اللي ربنا شايفك وانت بتعصي يبقى انت كده مستهزئ بقدرة الحق تبارك وتعالى وما ينفعش تقول لا طب أمال قول ايه طاب يعني قول حضرتك حاجة اقولها طب انا دلوقتي لا اقول اه ولا اقول لا اقول ايه انا كده تلجلجت تبص في الارض ضع وجهك في الارض واخفضه ظلا وخشوعا وحياءا من الذي خلقك ده انت عصيت ده انت زنيت ده انت سرقت ده انت كذبت ده انت عملت مصيبة ازاي تبص في الوش ازاي مش فهم حضرتك يعني ازاي انت مش مكسوف من نفسك انت اللي بتشاهدني دلوقتي حالا مش مكسوف من نفسك وانت عارف انه شايفك انت تقدم الاعتذار لربنا تقدم الاعتذار لخالقك تقول مثلا يا رب انا باعتذر انا انا زنيت انا عملت انا عملت مصيبة يا رب بس انا انا مشكلة اللي انا بحب الزنب ده يا رب انا بحب وقرهني فيه هو كده روح اصرح له على كل حاجة يا رب انا بحب صحبتي مش هقدر اصيبها دي صحبتي انا بموت فيها بعشقها مش هقدر اصيبها يا رب روح له اصرح له قل له يا رب انا بحب الزنب الفلاني كرهني فيه لان انا بحبك يا ربي انا بحط ايده على الولاعة بتلسعني انا مش قد عقابك يا رب لا انا ما ينفعش انا ما اقدرش اتحط في النار ويتقال ليهم الايام اخذوه فاقول له انا ما اقدرش كده يا رب لا انا ما اقدرش الصراحة يا انا عن نفسك يا احمد موسعد زيدان انا ما اقدرش ان ربنا عقبني بجد يا اخوانا بجد احنا في في غفلة شديدة جدا احنا في توهان يا عم انت هتموت يا عم انت لازم تموت ستين سنة سبعين سنة هتموت انت هترجع امتى قول لي بالله عليك صرحني دلوقتي انا عريس حضراتك تقول لي انت هتموت هتتوب امتى هتتوب لما تموت وليه مش فاهم يعني انت يعني اصلا انت لازم ترد علي اصلا انت لازم تقعد مع نفسك دلوقتي وترد انت هتتوب امتى رد علي جاوبني حضراتك مش فاضي غير تشتم العلماء غير تتكلم ده الشيخ الفلان راح والشيخ الفلان جيه ابو لحيا مكنسة جات الكلام ده كله ايه يا اخوانا مالكم دي سنة ودي شرع ودي دين مفيش هزار ولا في دي دين دين الشرع شرع السنة سنة مفيش كلام بعد كده ما تتكلمش يبقى لازم ترجع ولازم تتوب ولازم تعرف انك مسؤول موقوف بين هذا الجبار هتتساءل والله لا تتساءل هتتساءل يعني انت حضراتك انا احنا دلوقتي على الترفيزون دلوقتي لو حد يجي دخل علي دلوقتي وانا قاعد كده يا احمد نعم حضراتك ممكن تعرف بس اللي فات من عمرك كله على الشيشة دي دلوقتي قدام الناس كلها طيب حضراتك بتهزر ولا بتكلم بجد يعني انا بكلم اهو بكلمك بتهزر ولا بتكلم بجد لا ما بتكلم ما بهزرش انا بتكلم بجد لازم تعرفها طيب ده انا عملت مصايب ده انا في اليوم الفلان كذبت ده انا سرقت ده انا عملت بلاوي ده انا كلمت حريم ده انا عملت بلاوي هعرض ونصة شوف فضايحي هتفضح لو انت لازم تعرف اه طيب انا خايف يا عمي انت ده حتتعرض يوم القيامة بين هذا الجبار مش بس كده الانبياء حيشوفوا فضايحك الناس كلهم حيشوف فضايح يوم لا تخفى خفية مش هتخفى خفية انت لازم ترجع حبيب الغالي مهما طال عمرك فهو ينقص لا يزيد مهما طال عمرك انت عمرك بينقص انت ناس انا بستغرى بصراحة ناس اللي بتعمل عيد ميلاد كل سنة انت بتعمل عيد ميلاد ليه انت يوم من عمرك عدة انت قربت من الموت يوم انت قربت من الموت سنة حضراتك لازم اعمل معزة اه انا شايف كده انا مهما انت حضراتك لازم تعمل معزة انت ده يوم مرة من عمرك تعمل عيد ميلاد انت يعني انت في كامل الكواكة العقلية اما انت لازم ترد علي اه انت في كامل الكواكة العقلية انت عمال يوم مرة من عمرك بتعمل عليه فرح ما وانت فهمني بس فهمني حضراتك ساعة مرت من عمرك تعمل فرح وهلليلатели وتتجيبا بيته وتعزم صحابك والصحباتك حبيبي الغالي عمرك بفوت حبيبي كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجواروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أه مود ما أراه أمقنوت أين أملاك لهم في كل أفق مالكوت ذالت اتجان عنهم وانقضت تلك النعود لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت اسمع عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت سكت ليه متوحد الحي الذي لا يموت بسرعة واحد ربك حبيب الغالي أنت لازم ترقع دلوقتي تعود مع نفسك هترجع يا رب أنا أسف أنا خلاص معتش أحمل زنوبة أنا رجحت أنا بحبك يا رب أنا 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 بحب النبي أنا بحب الصحابة أنا آه بحب خلاص أنا معتش أشتم أهل السنة آه بحب الناس اللي هم ملتحيين بحب المنتقبات أنا معتش أشتم الناس دي تاني خلاص أنا بحبهم علشان هم بيقتدوا بالنبي صلى سلم وiliz وجهات النبي صلى سلم أنا بحبه بحب النبي وبحب ربنا خلاص معتش أحمل زنوبة تاني آه أقول لي نفسك كده عايزك توقف مع نفسك تقول لي نفسك كده خالص أنا معتش أحمل زنوبة وقف مع نفسك كده عايزك تخيلي دينت جميلة يا إخواني والسنة جميل تعالى كده أحبيبك في النبي صلى سلم لو دخل عليك دلوقتي آه إنت أنت إنت يلا يقعد إنت دخل عليك وانت قاعد نفسه قاعدتك كده بصت لقيت الباب بيطرق اقمن الطارق اسمع أنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمة هتقول له له ايه انا عايزك كده تتخيل لو النبي دخل علينا دلوقتي يا رسول الله احبك يا رسول الله يا رسول الله احبك يا رسول الله دخل عليك دلوقتي اول كلمة هتقول له له ايه انت هتقول له ايه انا عن نفسي حضني بقى واللوي بيلتزك الجسدين في بعض كده وحضني رهيب والبكاء بقى انا بحبه جامد مقدرش ده النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي حبيبي انا عايز حضرتك انت بتحب النبي لما بتسمع اسمه كده يعني مثلا بتزدرف عينك بالبكاء لما بتحب بتسمع اسمه انا بقولك النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي مولاي رسولي يا سيدي يا رسول الله حاجة جميلة جدا يا اخوان النبي دي النبي حاجة جميلة واكسم برب الكائنات فانت لازم ترجع لو بتحب النبي ارجع اه ما انت لو بتحب النبي ارجع خلاص بقى انت لازم اختبر مدى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بتحبه تو بيرجع خلاص اسمع السنة قال رسول الله هتطبق اللي فيها مش تقولي قال رسول الله اللي انا بحبه لا الحب اقتداء الحب اتباع وليس ابتداء مشاهدينا الكرام نطلع ان شاء الله عز وجل الفاصل قصير ثم نعود الى حضراتكم مرة اخرى نستودعكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اعتقدنا ان الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش استوى ان يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء نوسم على المصير تاني حاجة نحن ندين الله سبحانه وتعالى انه معنا في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى لا بذاته فهو بذاته مستوى فوق عرش سبحانه وتعالى فهذه هي المعاية العام ان ما ينبغي لأحد ان ينكر ان معية الله بعلمه في كل مكان الم يعلم بان الله يرى سبحانه وتعالى دي المعاية العام فهذه معية مع كل الناس معية مراقبة ومعية احاطة وعلم اما المعية التانية فهي معية خاصة وهي معية توفيق وتسديد اللي هي في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا جل جلاله امره ان يذهب الى فرعا هو سيدنا هارون عليهما السلام قال اننا خاف ان يفرط علينا او ان يضوى قال لا تخاف انني معكم اسمع وار فمعية الله جل جلاله الاولانية عام احاطة وعلم المعية التانية هي معية توفيق وتسديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغر هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فسيدنا ابو بكر حصل عنده نوع من انواع الخوف فقال لو نظر احدهم تحت قدميه الارعانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك بسنين الله ثالث الله ثالث الله اكبر فهذه اكبر معي انك انت وهو دي يعني ايه هي دي سبحان الله هي دي اجمل حاجة في الدنيا كلها اجمل حاجة للمحب لرب انه في لحظة كرب بمجرد ان يقول يا رب يا رب يشعر ان الله سميع بسير جميل يبث شكواه ونجواه ويشتكي الى الله فيرى الله سبحانه وتعالى سميعا يدبر له ويوفقه ويسدده ويحوطه ويمنع عنه ويرعاه ويدفع عنه البلاء وتعفى سبحانه وتعالى فدي اجمل حاجة ازاكم داخل الله يبرك طيب شيخنا الحبيب هل الماية الربانية تقتصر على الطائم فقط ام ماذا الماية العامة ولا الخاصة الخاصة الماية يعني ما من احد ما من احد حتى الجاف الكافر ربنا الكده قال حتى اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين لهدي فالله سبحانه وتعالى لو لجأ اليه مظلوم فدعوته ليسها بينها وبين الله الحجاء سبحانه وتعالى ولكن هي الاشكال انه هو كثير مننا بيجرب كده في كثير من واقف الحاركة بتكون عاصي وبتقول يا رب فتكتشف ان الربان سبحانه وتعالى بيكشف كل الكرب وبعدما الربان سبحانه وتعالى بيكشف عنه كل الكرب تعودوا الى معصيتك فكأنه كان معك في هذه اللحظة ثم انت الذي عصيت وقصرت طبعا لذلك طيب ازاي اشعر بمعيد الحق تبارك وتعالى هذه بتتحقق بأعلى مرتبة في الدين نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدين لثلاثة مرات الإسلام والإيمان والإحسان الإحسان دي أعلى مرتبة في الدين وهذه هي مرتبة المعي مرتبة المعي أن تعبد الله كأنك ترى هي دي المعي ودي بتنقسم الى مرتبتين حب وخوف المرتبة الأولانية مرتبة الحب أن تعبد الله كأنك ترى فأنت في كل شؤونك ترعي نظر الله إليك أن الله نظر إليك سيدنا سيدنا بن عباس رضي الله عنه كنا نكلم كلمة رطيفة جدا في قضية غض البصر اللي كل ناس بتشتكي منه قضية غض البصر لما سئل سيدنا بن عباس رضي الله عنه عن مضوع غض البصر قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من شايفك؟ الله عزوه وتعالي فمعية الله سبحانه وتعالى معية حب أنك أنت تستشعر أن الله معك يراك حيث تكون في كل موطن في كل مكان أنت الإمام أحمد لما سمع الأبيات إذا خلوت يوما فلا تقول إيه خلوته ولكن قل علي رقيب فهي ذي المعية معية الحب أنك أنت دائما مرعب ربنا كأنك في كل شأنك تنظر إلى الله هل هذا يرضيك؟ آه تقوم به المعية الثانية معية تخوف فإن لم تكن تروه فهو إيه؟ يراك فهذه مراقبة الأولان يحب والتاني يخوف جزيزة من داخل السيد الله يكره فمثلا حد يقول أنا تذكر حد بمعية حق تبارك وتعالى تقول له لا تقلق إن الله معك يقول مثلا أنا عملت أثناء كثيرة هل له من معية الحق تبارك وتعالى من النصيد؟ أصلا الأمر متعلق بقلبك بربنا نعم تعلق القلب تعلق القلب بالله بمجرد أنك إنت أذنبت سبحان الله كان برح كلمتين من ألطف ما تكون الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل قال إيه إذا تقرب عبد إلي شبرا تقربت إليه زراعة فقال لك إنك إذا تقربت شبر لابد أن تشعر أن مقدار إقبال الله عليك أكبر من مقدار إقبالك عليه جميل سيدنا يعني أنت دخل شبر أنت دخلت شبر هو سبحانه وتعالى تقرب إليك زراعة فتقربت زراعة لا 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 لازم زياب رحيم تعال إذا أتيته تأمشي يأتيك إيه هرولة فمستحيل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه في شدة ربنا سبحانه وتعالى لا يغض العبد المؤمن أبدا سبحانه وتعالى وإن خذ له يعني برضو عشان يبقى متفقين عشان ما يبقاش الأصل لأن أنا لجأت إلى ربنا فأنا حسيتنا المغ فإن الله سبحانه وتعالى لم ينصرك فلا تتهم الله سبحانه وتعالى تهم نفسه طيب في سؤال ورد على الوطس من أخ ولكن هذا السؤال خارج أنا فكر حاله أممكن أعرضه أخ الشيخ ربيح إليه ربنا أحفظه بيقول رسالة أن مفضلة الشيخ طاها لإخوة تفككت عن الدعوة أول حاجة كان الشيخ أباسهاخ ربنا أحفظه ربنا أحفظه بيقول كلمة رطيفة في قضية الدعاء فبيقول لك أن دول حراس والثغور حراس الثغور نعم فأنت وقف على الحدود أو حراس الحدود أنت وقف على الحدود لو حضرتك سبت الحد العدو هيدخل صحيح والشيخ يعقوب ربنا أحفظه ربنا أحفظه بيقول لك أن الدعية مكتوب على رأسه على جبهته هذا وقف لله تعالى سبحان الله فالوقف لله محدش يرجع في هبته إلى الله نفسهم قال في العائد في هبته كالكلب يعود في قي الرجل الثالث كان بيقول أنك أنت إذا اخترت عملت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالكلام ده ما فيش تراجع أنت اخترت أنك أنت تبقى محفظ لكتاب الله عز وجل فكون أنك أنت قمت بهذه المهمة ما فيش في نصف تريد وتقول لهم لا لا أنا عيل أنا مش هلعب تاني صحيح أنت كلفت بنفسك بأشرف مهنة مهنة الأنبياء وهي الدعوة تقول له هذا فما فيش حاجة اسمها هترجع تاني حضرتك اللي تكلفت بإنك أنت تكون إمام بالمسجد مجيش تقول لهم لا دوروا على الإمام تاني حضرتك كلفت بإنك أنت تخطب جمع مجيش تقول لهم لا لا أنا مش أخطب خلاص أنا بطلت حضرتك كلفت إنك أنت تقول درس أو مجلس علم ما تقولش لا 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 أنا مش شعب ده شرف لا يناله إلا أكارم الرجال فما ينبغيش إنك أنت تتيجي فوقت الشرف فإنت إذا كلفت بعمل دعوي أوعى تتوانى أوعى تقصر أوعى تأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى شرفتك فلما فررت يا الله ربنا استرنا إياه سيدنا في السؤال التاني يقول أنا للقصة سيدنا التي دارت بين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الآية لتحزن إن الله معنا يعني هل القضية تعلقت بهما أن الأخ يطمئنه أخاه هم لما قموا قموا أهل تفسيرك اللي هم في تفسير الآية فأنزل الله في السكينة في السكينة أنزل الله في السكينة قاله السكينة هنا نزلت على قلب منه سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم ساكن وكامل سيدنا 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 نبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده أي نوع من أنواع مين اللي كان الآن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله السكينة على قلب منه على قلب سيدنا أبو بكر لأنه نبي صلى الله عليه وسلم كان عنده السكينة ما ظنك فهي العملية كلها لأنه بس اسم ساكن أصلا عشان كده مثلا ابن القيم عليه رحمة الله كانت إذا اشتدت بين الخطوب واشتدت بين الهموم وكثرت البلاية ذهبنا إلى شيخ الإسلام فنظرنا إلى وجهه سبحان الله فنزلت السكنة على قلوبنا حتى الشيخ ابن عثمين له كلمة في منتهى الرواع يعني كل الناس حفظوا في حديث الغار إن سيدنا نبس السلام لما كان في الغار كان فيه عن كبوت والحمامة باب بيت الحديث بتاعها لا هي صحة أصلا لا هي صحة أصلا شيخ ابن عثمين بيقولك المعجزة إن الغار يبقى مفتوح وسيدنا نبس السلام قاعد وسيدنا نبو بكر قاعد وبرضه إحنا كتير متخيل إن الغار عبارة عن إيه قوض وحكي الغار هي عبارة عن حتة فتحة كده يا دوبك أنت تقعد على بعضك كده يا دوبك حاجة كده أي حد هيشوفك لكن المعجزة إن الباب بتاع الغار يبقى مفتوح معينك وإن هما ما يشوفوكش مفيش معجزة لو حطنا الحمامة والإيه والعنكبوت ما أي حد معادي هيقول هيخش أنا إزاي فالمعجزة دي كده إن المعجزة إن هما كل حاجة فسيدنا نبو بكر شايف هو شايفهم لكن المعجزة هما مش شفوش هي دي السكينة بقى تنزل السكينة خلاص سيدنا بكر أنا شايف وهو طيب لكن هما مش شايفنا فتنزل السكينة طيب سبب كثرة البلاية هل تأتي يعني بإعراض الله عن العبد لا الإعراض مش من ربنا الإعراض نلعب الحسن البصري كان بيقول الكلمتين بمالك ده بيقول إيه يقول أيها المعارض عن أيها إيه المعارض عن فإن إعراضك من لو أرادناك جعلنا كل شيء فيك يريدنا الله كلمة جميلة جدا أيها المعارض عن من المعارض إنت صحيح أعراضت عن مين عن الله عن الله إن إعراضك من إحنا مش حيزينك يا الله لو أردناك جعلنا كل شيء فيك يريدنا صحيح الله إزاكم من داخل سيدنا الله في الحقيقة المفترض فضيلة الشيخ إذا حضر نقدمه إلى يوم كامل ولكن في الحقيقة المفترض كانت الحلقة كمان ساعة لكن حصل ما حدث والله الأمر إن شاء الله عزا جال نلتقي في حلقة أخرى وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعوني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ طاحسيني عقوب الذي شرفنا بحضوره وأشكر حضراتكم على هذه المشاهدة الطيبة مشاهدين الكرام نستودعكم في الله عزا جل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته